ايضا بامرات كتيرة حاطت 3 ا 4 ايه عندها الغدة الدراقية جسمها تقيل جدا على قدميها مما ادى الى تورم جامد بالقدمين وخاصة القدم اليمنى عندها الضغط عالي جدا ذهبنا لاكسر من 100 دكتور كلهم على قول واحد لازم المية اللي في جسمك تنزل ويدونا دول تنزيل الماء ولا اي شيء يوجد فيه تحسن ماذا نفعل الدكترة كانوا قلب وبطنة وقلب وأوعيدة موية وغدد ومش لقين حل طيب تعالي نتكلم على الامور من غير عواطف ما لاش روحت المية الدكتور ما اعتقدش انك روحت المية الدكتور يعني هو رقم مبالغ فيه شوي لكن واحدة ستة عندها الغدة انت ما قلتش نشاط ولا كسل اه عندها مرض في الغدة نشطة قصة وورم الرجلين هيبقى قصة كسل قصة تانية خالص الشكل كده كسل غدة درقية ده الشكل وعندها ضغط اللي في جسمها مش مية اللي في جسمها الورم بتاع رجليها ده مش مية ده مش مية ده هبوط الغدة الدرقية بيخلي الرجلين قد كده ومش مية يعني ما اخد ادوية مدرة للبول مش ده العلاق مش ده العلاق وده للمرة عشر تلاف نحن لا نعالج اعراض بتاية الدكتور اللي عايش حياته عشان يعالج اعراض انا اعتقد انه يسيب المهنة احسن نحن لا نعالج اعراض يا دكتور انا عندي صداع عنيف جدا جدا اخد الدو ده حيضع لك صداع في ثانية وخد الدواء وصداع راحه انا عالكته ولا بتحك عليه لا بتحك عليه طيب الصداع ده ايه نفسي ولا ورم في المخ الله يعلم الطب يبدأ بالتشخيص هنا غالبا الله يعلم ما شفتهاش ان هذه الحالة حالة هبوط غضة رقية ورم الرجلين مش مية اطلاقا ده بيبقى انسجة ومادة معينة نتيجة الهبوط ده فلو كانت الحالة غالبا بيبقى جرعة مش مظبوطة غالبا فيه اختبار معين بنعرف بيه جرعة مظبوطة ولا مش مظبوطة سهل اجد جدا فاذا طلعت الجرعة مش مظبوطة اللي بتاخدها هنزوتها شوية ومشكلة تنتهي ده رقم واحد الا يكون قصة تانية خالص اه عندها غضة درقية وكسلينة ومورمة من غضة لكن عندها القلب ممكن جدا هبوط الغضة الدرقية يسبب ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم عالي جدا وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم تؤثر على الشريان التاجي والشريان التاجي هو الشريان المغذي لعضلة القلب فقد يكون تأثر ده ودي تأثرت ورمت لسبب اخر غير الغض لكن الرسالة يا محمد شاكر عبده محمد شاكر عبده الرسالة سهلة ما فيش مشكلة ما بنتكلمش في مرض مش عارفين يشخصه هو ده اصعب حاجة في الطب اصعب حاجة عندنا في الطب ان العيان يطلع من عندي مش متشخص انا عندي يا دكتور معرفش معرفش عندك ايه دي كارسة لازم يخرج متشخص او في الزيارة التانية مش شرط الزيارة الاولى الزيارة التانية بعد ما شوف التحاليل واشعات اللي طلبتها بنشخصه يا محمد يا شاكر يا عبده احنا بنشخص بتلت حاجات لا رابع له احنا بنشخص بتلت حاجات لا رابع له واحد ناخد كلام العيان اللي احنا بنسميه للطلبة تاريخ المرض هاخده بالعيان بيقعد قدامي حوالي عشر دقايق اسأله ساعات بعد دقتين خلصت خلصت خلاص انا خدت اللي انا عايزه يعني حيجي لي واحد في العيان يقول لي انت معايتش معاي عشر دقايق خلاص انا في اول دقيق و دقتين عرفت اللي انا عايزه انما عادة بنقعد نسمع القصة منه ابتدت امتى مشت ازاي شكوتك ايه ايه اللي بيزود ايه اللي بيقلل بقالك قد ايه عندك سكر عندك ضغط اسأله كثيرة